نروح دلوقتي مرة تانية لازم لتنا لميا حمدين ونعرف منها أخبار التقس بقى لكن بالتفصيل ونشوف أخبار الحر إيه والرطوبة إيه النهاردة صباح الخير عليكي مرة تانية لميا وصبح عليكي مرة تانية فسعنت أنت ومصطفى ودلوقتي هقولكم تقس بالتفصيل تفضل وصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وهيئة الأرصال بتتوقع أنه النهاردة التقس هيكون حر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري واستواحل الشمالية وشمال السعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب السعيد إنما بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء النهاردة كمان فيه نشاط للرياح على بعض المناطق هتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب السعيد كمان فيه شبورة مائية إنما خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينة مع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بيك يا فعلا أهلا بيكي وطمينينا عن حالة التقس خصوصاً إن احنا بنتعرض لرطوبة وكمان يعني مبارح كنت يقولتنا إن فيه ارتفاع في الموج في الموج فيفضل الناس ما تنزلش في البحر مبارح والظاهر إنه إحنا مكملين معاهم كمان كم يوم بالفعل يمكن إحنا درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام لكن في ارتفاع في نسب الرطوبة ارتفاع نسب الرطوبة هو اللي بيخلينا نحس إن في ارتفاع كبير في درجات الحرارة لأن إحنا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموصيني مع كتا الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط محملة بكمات كديرا طبعا من بخار الميا فبتأدي لارتفاع نسب الرطوبة ونحس بقيم درجات حرارة أعلى دايما من القيم درجات الحرارة المقاسة بحوالي من درجة قيل لثلاث درجات يعني اليوم العظم على القاهرة الكبرى 34 درجة مقاوية قطرة المهار المحسوسة تصل ل36 و37 درجة مقاوية لكن في معظم المحافظات درجات الحرارة قبل المعدلات تقصى قطرة المهار بيكون تقصى حر رصب على القهرة قطرة الوكب البحري والسواحل الشمائية للبلاد طقط شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار كمان فترة النهار في زيادة الفترات سطوع عشاعة الشمس بالشكل الكبير اللي عامل دا بيخلال نحس ان فيه مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة فترات الليل مع غياب عشاعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة نحس بيه أكثر الانخفاض ده في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر الأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الممهورية كمان فيه نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات نشاط الرياح ده أي فائد بعض الشيء على تلطيف الأجواء سرعات الرياح بتتروح ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعة وقد تكون مصيرة لبعض الرمال والأسبة في جنوب السعيد وبعض المناطق من جنوب كإناء لكن مش هتأثر تماما الأسبة والرمال المصارع على أعمال الأنشطة اليومية في المناطق الجنوبية كمان متوقع استمرار تكون شبورة مائية تطرد في الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن هي سرعا ما بتتلاشى مع السطوع عشاعة الشمس يعني تقريبا الساعة 7 صباحا أو 8 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي والرؤية الأسوقية بتتحسن على أغلب الطرق اليوم حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة البحرين هيكون مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل لكن هناخد بالنا من إرتفاع الأمواج من غدا نستفت إن شاء الله يعني من يوم استفت حتى يوم لاثنين هيكون فيه ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط هيكون على بعض المناطق الموجودة في شمال التلسة والإسكندرية والعالمين ومطروح ارتفاع الأمواج هيكون ما بين اثنين لثلاثة متر من يوم استفت حتى يوم لاثنين فلازم ناخد بالنا استاد المصايفين ناخد بالنا من ارتفاع الأمواج من غدا إن شاء الله على البحر المتوسط الأجواء المستقرة دي نكملها معنا إن شاء الله حتى مطلع الإسبوع القادم بإذن الله ومطروحات درجات الحرارة الأزمة على القاهرة الكبرى مدين 34 ل35 درجة مئوية المحسوسة تبقى أعلى بحوالي من درجتين لثلاث درجات مهم جدا ناخد بالنا كمان من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصف الفترة التي نسجل فيها أعلى درجة الحرارة على مدار اليوم كله بقادر الإمكان لو أنا موجود في الشارع يكون معي لطاق للرأة الشمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشر بشكرك في نهاية شكرا جزيلا الدكتورة منارغاني معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي المشاهدين تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 34 والصورة 24 العاصمة الإدارية 34-24 اسكندرية 30-23 العالمين الجديدة 30-23 مطروح 28-22 ضمياط 30-22 بور سعيد 32-23 اسماعيلية 35-23 السويس العظمة فيها 35 والصورة 23 العريش 31-22 كاترين 33-16 طابة 35-25 حلايب 34-28 وشلاتين 36-29 شرم الشيخ 38-28 الغرداء 37-28 الفيوم العظمة فيها 36 وصورة 24 بني سويف 36-24 الوادي الجديد 40-26 وأصيوت 27-25 سهاج 38-26 قنة 39-27 لؤسر 40-27 وأخيرا أصوان العظمة فيها 41 وصورة 29 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية هنروح لمصطفى وبسانتن نكمل معهم بقية فقراتنا شكرا لك يا لاميا شكرا لك يا لاميا شكرا لك يا لاميا